بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح العدس ولو شاء الله مقتت للذين من بعدهم من بعد ما جاءته البينات ولكن اختلفوها منهم من آمل ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رسقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه علم بين عيدهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يبوده حفهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة مثقى لن في صام لها والله سميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطوط يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربيا الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاضية على عرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأمت الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لمثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فصرن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله علىك وعلم أن الله عزيز حكيم ما زالوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنامنا فيهم لسنبلة يأت الحب والله مضاعف لمن يشاه الله وسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا أنه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفوا عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذين ينفقوا ما له رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوا عليه ترابوا فأصابه وابلوا فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ورضوعة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت لها ضعفين فإن لم أصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير آية ود أحدهم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تدريب تحتها الأنهار له فيها من كل الزمرات وأصابه الكبر وله برية ضعفا فأصابها إعصار فينا فاحترقت كذلك يبين الله لكم آيات لعلم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما جسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيخان يعدكم الفقر ويأمعكم بالفحساء والله يعدكم مغزرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أمم الألباب وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تفوها وتوتها الفقراء فهو خير لكم يكفر عنكم من سيئات والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجائب ويأمن التعفف تعرفهم بسماء لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلى ليتهم فلهم أجلهم عيد ربهم ولا غوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الدبا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الغبا وأخل الله البيع وحرم الغبا فمن جاءهم وعوة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمه إلى الله ومن واد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويقوم الصلاقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجل معيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا إما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم ربوس أموالكم لا تغلمون ولا تغلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يومه تغتعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتبوا بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يباخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فالنملل وليه بالعدل واستشهدوا شيئين باتجاركم فإن لم يكونا رجلين فرجوا امرأتان ممن ترون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا مدعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسة عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا تغتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يطور كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أسم قلبكم الله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورة والإنديل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو متقام إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لتوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقضوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بالنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس البهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار زين للناس حب الشاوات من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا لوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين من الأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت ودي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يؤمن بالقسط من الناس فبشروا بعذاب عليم أولئك الذين حفطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من عاصرين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منه وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيهم وفيت لنفس ما كسبته لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تد الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهر في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حسابك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من هدون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير كل إن تقفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ظنوبكم الله وغفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن قالت وأت عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محضر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرديم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشر كبيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبى ومرأة عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك إن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا غمزة واذكر وبك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم ابنتي لربك واسجدي واركعي مع الواكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إن ينقل أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر بك يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لولد ولم يمسست بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضوا أمرا فإنما يقول له فيكون ويعلموا الكتاب والحكمة والدوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأجمه والأبرص ورحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثوراة ولوحل لكم بعض الذي حلم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصري إلى الله قال الحواريون نحن أنصر الله آمنا بالله نشهد لأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه مطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحقوا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا على الصالحات فين فيهم أجورهم والله لا يحب العالمين ذلك نتوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل غسل هذا خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من مدور الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب وتحاجون في إبراهيم وما نوسلت الثوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلوا ها أنتم هؤلاء حاجتوا فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يغنيا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين ودى الله فدن من أهل الكتاب من أهل الكتاب لو يقلونكم وما يقلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكتور بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتور الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين ونسل على الذين آمنوا وادهن النهار ونفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك قل إن الهدى لله أن يؤتى أحد مثلما قتتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يمتيه من يشاء والله واسع وعليم يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤده إليك ومن من يتأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما ننتعره قائما ذلك بأنه الغال ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله لهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يستور بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلبه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحق والنوة ثم يقول للناس أعباد لي من دون الله ولكن كنوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قال أأقررتم وأخلتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال أشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسعون أفضير دين الله يبهون وله أسلم من في السماوات بالأرض طمعا وكرروا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي أمسى وعيسى والنبيون بربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقم وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفر عنهم العذاب ولا يكون ضرور إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفر ورحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوهم كفرا فلن يقبل من أحدهم من كل أرض يهبوا ولا يفتدى به أولئك له عذاب أليم وما لكم من ناصرين